اشتركوا في القناة سبت 19.09 القمر رح يكون موجود في منزلة الزبانة وهي زبانية هائلة الفساد والقطع والمشاكل ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة 2.42 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لمنزلة الاتليل وهي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد يعني بمعنى آخر أنه من الآن لغاية ساعات العصر والقمر رح يكون منتحس بعدين رح يرجع للحركة الإيجابية يعني من ساعات الظهر تقريبا أو بعد الظهر بيصير إيجابي بالنسبة للقمر طبعا موجود في الميزان وحكينا أنه لما بيكون في الميزان هاي الفترة فترة عاطفية أفضل لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومنميل للإسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن بتلعب الغير دور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل والمأثرة خلال هذا اليوم أول زاوية راح تكون هي في ساعة المساء ما بعد بث الحلقة هاي قبل منتصف الليل هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء هاي يجب التوخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وعطارد ورح تكون في تمام الساعة ثنتين وثمان دقائق صباحا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة 11 وثلاث عشر دقيقة بعد الظهر من واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة 22 وثمانية وعشرين دقيقة عصرا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار وحكينا أن خلو المسار هي الفترة اللي بنتقل فيها القمر من برج لبرج وفي هاي الفترة بتكون ما في زوايا بشكلها فعشان هي كآخر زاوية بتكون في البرج هي بداية خلو المسار وأول اتصال بصير هو بيكون نهاية خلو المسار يعني حتى لو كان اتصال منفصل بيكون هو بداية تشكل الزوايا وأنه استقر في البرج والفترة هاي اللي هي فترة خلو المسار هاي فترة سلبية وهذا بيعني أنه الفترة هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر طبعا راح ينتقل للعقرب ويستقر في العقرب الساعة ستة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بما أنه القمر راح يكون في العقرب معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم واحد وعشرين تسعة راح يكون فيه تمام الساعة ستة واثنعشر دقيقة مساء وحتى تمام الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر للقوس أما بالنسبة لعمر القمر القمر ولادة الهلال يومين فيه تمام الساعة خمسة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بيصبح ثلاث أيام نسبة الإضاءة عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22.09 المزاج سعيد القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب حتى يوم 21 رح يستقرب في العقرب هو منتحس من الان وحتى ساعات ما بعد الظهر تقريبا بعدين بصير سعيد عطارد في الميزان حتى يوم 27.09 المزاج يعني نقدر نحكي انه اليوم سعيد الزهرة في الاسد حتى يوم 12 المزاج سعيد المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 40% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه سعيد تقريبا 15% زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه لليوم الثاني القمر في الميزان مقابلك تماما فهذا لسه يعني شوي بخلي فيه طاقة ضعيفة بخلي فيه عدم الارتياح بخلي المزاج عندك متقلب برضو بعطي الحدية لسه ما زالت موجودة خصوصا على موليد الآن بلشت في العشرية الثانية والثالثة يعني اللي هي آخر الثانية وأول العشرية الثالثة هذول أكثر ناس مضغطين بالعصبية والحدية بسبب المريخ فعشان هيك يعني يحاولوا أنه اليوم ما ترهقوا حالكم كثير رتبوا أوراقكم بشكل جيد صحيح الأجواء فيها أشياء محبطة ولكن أنه برضو بتساعدك على القيام ببعض الأمور يعني هو برج حليف لإلك يعني بتقدر تنجز بعض الأمور الضرورية والمهمة في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا أورانوس بحدث مفاجآت على المستوى المالي فمنكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية أو يهتم ببعض المشتريات أو ترتيب وضع معين أو التزامات معينة أو يهتم بالفوترة بشكل ما أهم شيء التقليل من المصاريف وعدم البذغ في الفترة هاي لأنه في قابلية لصرف الفلوس أو يعني ممكن يصير في بعض الخربطة في الحسابات إذا ما دققت بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات اليوم أنت عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع ممتازة جدا برضو يعني محبوب أو مرغوب من اللي حواليك نشاط بالحركة والاتصالات برضو جيد جدا منكم ممكن يهتم بمواضيع لها علاقة إما بالسيارة أو بالتواصل أو بالاتصالات أو بالإلكترونيات وعلاقته مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا بتدعمك بقوة على مستوى أمور إلها علاقة في البيت يعني في بعض الأمور المنزلية اللي ممكن تهتم فيها طالما أنت مش عصبي طالما أنه الأمور ممتازة جدا حاول ما تفرض رأيك وما تكون فضولي أو تدخل في شؤون الغير هل فيه علاقة التواصل جيدة ما بينكم الأجواء بتصير إيجابية وتدعم ما بينكم في بعض الإنجازات المنزلية أو الإهتمامات العائلية أو أخبار لها علاقة بالعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الزهرة اليوم بلشت تتشكل بعض الزوايا الإيجابية اللي بتمنحك شيء على المستوى العاطفي إما رغبة بالتوصل مع الحبيب أو التواصل معاه أو مصالحة معينة أو تراجع عن قرار سابق أو الإهتمام بمسألة بتتعلق في أحد الأحبة زي أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط رح يكون على العمل ممكن أنه عمل كثير أو نشاط في أكثر من عمل أو أكثر من مهمة بتكون مع بعض أهم إش أنك تنجز واحدة واحدة احمل الأولويات أو انجز الأولويات بعدين تتجه للجزء الثاني حاول برضو تنتبه لصحتك من بعض التقلبات أو بعض الآثار اللي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإرهاق أو نوع من أنواع التعب أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا يوم جديد بيساعدك في إنجاز بعض الأمور المشتركة أو للقيام بأعمال مشتركة بوسعك في هاي الفترة توقيع عقد أو إتمام خطوبة أو زفاف عندك تأثير سلبي من بعض الأمور اللي مثلا تكون على مستوى الطاقة أو على مستوى بعض التحسس بالجسد ممكن يكون فيه متاعب عائلية أو مهنية أهم إش أنك ما ترتج للمواقف وتجنب الانتقادات خصوصا في مكان العمل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك بشكل جيد وقوي على مستوى الأمور المالية المشتركة فممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة أو قضايا أو أمور إلها علاقة بالفواتير أو الالتزامات أو سداد بعض الديون أو تحصيل أموال لإلك أو أموال الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة جدا وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق أما بالدراسة الجامعية أو امتحانات أهم شيء أنك تركز بشكل جيد الأجواء جيدة حتى على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات بتدعمك بقوة وممكن يصير عندك نشاط فكري أو حوار أو لقاء يعني هيك تعبر عن آراءك بحرية ولكن حاول أنك ما تفرض رأيك على الأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا برضو فيها نوع من أنواع الاهتمام على مستوى بيت السمعة ولكن نقولك لا تجازف لا تغامر لا تدخل بأعمال مشبوهة حاول أنك برضو تنجز أعمالك ويكون لك اهتماماتك الخاصة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وما تراكم الأعمال عليك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأصدقاء فممكن تنشط بلقاء بعض الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا نبتن بعزز بعض النقاط بساعدك في إنجاز بعض الأعمال ولكن حاول قدر الإمكان زي ما حكينا أنه تركز على الأعمال الضرورية والمهمة في الفترة هاي وما تحاول أنك تحمل أكثر من عمل مع بعض برضو راقب وضعك الصحي ما تجهد حالك كثير لأنه شوي الوضع الصحي لأنه ما في طاقة أو طاقة ضعيفة فقابلية للتوعوكات الصحية أو الشعور بالتعب والإرهاق وممكن الفترة هاي تحمل مواقف إلها إما علاقة بالقضايا القضائية أو القضاء أو رجال القضاء أو مسائل إلها علاقة بالصحة والمستشفيات برج الثور طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس لليوم الثاني في ساعات المساء رح ينتقل للبيت السابع رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك يتطلب منك هذا شوي أنك تراقب وضعك الصحي من التقلبات وتحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي اهتم بغذائك بطعامك براحتك بشكل كبير لأن الأجواء يعني فيها بعض التقلبات أو مش مساعدة بشكل كبير لإلك أو الحضوض ما بتدعمك بشكل كبير خصوصا في أمور العلاقة بالصحة والعمل هذول أهم مسألتين بدك تهتم فيهم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب اليوم من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن أهم شيء أنك تقلل من مصريفك ممكن تظهر مسألة مالية معقدة أو مصريف بشكل مفاجئ احذر وحاول أنك ترتبها وما تهملها عشان ما تتراكم الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتساعدك اليوم على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات ولكن المزاج شوي ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية ضبط الأعصاب مطلوب انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وحاول أنه تخلي حواراتك تكون مرنة بدون فرض الرأي وبدون التسلط اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو حوار أو نقاش وممكن تحتد في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا الزهرة بتدعمك على مستوى البيت ووجود القمر برضو بيحقق لك بعض الإنجازات والتقارب من أفراد العائلة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة العائلية أو يصير تواصل ما بينك وبين أفراد العائلة أو اجتماع أو لقاء أو اهتمام بمناسبة عائلية الأجواء جيدة بتدعم من علاقاتك العائلية وبتخلي فيه قدرة على التواصل أو المصالحة أو إنجاز بعض الأعمال اللي بتتعلق إما في البيت أو في العقار أو في العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة ما زالت طبعا الشمس الآن سعيدة بمكانها بتسهل نوعية الحوار ما بينك وبين الأحبة وممكن تحمل لك مصالحة أو إنك أنت يعني تنهي خلاف معين ولكن بدك تنتبهوا إنه بالفترة هاي الغيرة والشك بتعززوا شوي فهاي شوي بتسوي لك بعض المخاوف بدك تحذر ما تخليهم يعني يأثروا عليك بشكل كبير لأنه هذا الإشي بضر في علاقتك العاطفية وخصوصا إذا كانت علاقة عاطفية في بدايتها حاول إنك تكون مرن وتعمل مصالحة جيدة وتقارب جيد أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا بيتراكم العمل عندكم لكنكم ممكن تجدوا تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لياقتكم باكر لعملك وما تلتهي لانشغالات كثيرة وممكن إنك يعني ما تنجح بإتمامها نظم وقتك وما تقصر زي ما حكينا هو الاهتمام أهم شيء رح يكون على العمل على الصحة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر رح ينتقل في ساعات المساء يصير مقابلك تماما فهذا شوي رح يقلل من الطاقة عشان هيك بنقول لك ابعد عن النقاشات والخلافات عدوك بالفترة هاي دائما أو خصمك بكون أقوى منك لأنه عنده قدرة أن يوصل معلومة وانت ما عندك القدرة للحوار والنقاش بسبب العصبية لأنه طاقتك شوي بتشتتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالقروض أو الديون أو سداد بعض الأمور أو تحصيل على دعم معين من بعض الأشخاص أهم إشي أنك أنت ما تصرف بشكل كبير لأنه الأجواء بالفترة هاي بتشكل نوع من أنواع المصريف فعشان هيك إحذر ودير بالك على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوا طيبتك وكرمك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات ولكن العصبية ممكن تخرب عليك بعض الأمور أو قلة التركيز خصوصا على مسائل الدراسة أو مسائل التنقلات ماشي عندك شغف للدراسة أو حابب أنك تدرس بالفترة هاي خصوصا طلاب اللي على مقاعد الدراسة الجامعية ولكن بتلاقي أنه التركيز ضعيف يعني بتتهيب أي موضوع بتنشغل فكريا في أي مسألة ممكن يصير أي طارق حواليك شوي خليك ما تقدر تركز عشان هيك إذا عندك امتحان أو عندك مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض واللي عندهم سفر بدهم يتفقد وأوراقهم وأغراضهم بشكل جيد خوفا من النسيان في منك رح يتواصل مع بعض الأشخاص خارج البلد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمع جيدة وهي بتدعم من علاقتك ما بينك وبين المجتمع أو ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وممكن تتعزز وتدافع عن سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الاتصالات ما بينك وبين الأصدقاء أو الحوارات أو اللقاءات وهي بعزز علاقة معينة ما بينك وبين صديق أو مد يد العن أو المساعدة يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابيات اللي بتساعدك وبتعزز العلاقة ما بينك وبين الأصدقاء إما من لقاء أو دعوة أو مناسبة سعيدة أما بالنسبة لبيتك 12 فما زال المريخ في بيت المتاعب وبما أنه برضو القمر موجود في البيت السادس وبدأ ينتقل للسابع أهم نقاط تنتبه لها اللي هي عملك وإنجاز أعمالك وعد تركيز بشكل كبير عشان ما يصير فيه أخطاء وبرضو بدك تنتبه لغذائك وصحتك بشكل كبير أما بالنسبة للأمور الصحية الأخرى لبعض الأشخاص اللي بعزوا عليك ممكن تهتم بقضية بتتعلق بأحد الأشخاص أو اهتمام صحي بأحد الأشخاص برج الجوزاء طبعا اليوم من الأيام المميزة جدا جدا اللي لازم تستغلها وهي آخر يوم القمر موجود الآن في البيت الخامس فعشان هيك بتلاقي الحضوض دعميتك والأمور فاتحة أبوابها إليك فاتحة ذراعيت لا إليك فعشان هيك لازم تستغلها بكل قوة وثقة ما تضيعها من إيدك معك من الآن لغاية ساعات المساء فعشان هيك الحضوض دعملة إليك وإذا عندك أي خطوة أو أي مبادرة أو أي مشروع حابب تنجزه استغله اليوم لأنه يعني الأجواء يعني ممكن أنها يعني تفوت من إيدك وبعدين بدك تصبر فترة لحد يصير القمر في مكان يناسبك ويعطيك دعم المطلوب بالنسبة للبيت الثاني طبعا اليوم رح يكون لك بعض الاهتمامات المالية ممكن تشعر ببعض الإرهاق أو القلق من وضع مالي معين فعشان هيك بتطلب منك الحذر كثير من أي مبادرة مالية أو أي مصريف أو أي التزامات حاول تقلل من مصريف قدر الإمكان ورتب وضعك المالي على حسب قدراتك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وعلى مستوى أمور إلها علاقة بالتواصل عندك سرعة بديهة محبوب مرغوب كلمتك بتوصل بسهولة حاول تستغل الطاقة هاي اللي بتدعمك بالتواصل والاتصالات وخصوصا بأي شيء إلو علاقة بمجال الحوار أو الدراسة أو حتى مواضيع إلها علاقة بالسيارات أو الميكانيك أو التصوير الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات كلها هاي أمور ممتازة جدا برضو في مكانية إنك تستفيد من أحد الإخوة أو أحد الجيران أو أحد المعارف اللي ممكن يعزز نقطة قوية أو يساعدك في مسألة أقوى أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور اللي إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو أفراد العائلة شوي مقلقة أو مطريتك من جانب معين رغم إنه فيه إمكانية إنه أحد أفراد العائلة يمد يد العون لإلك ويساعدك في مسألة معينة لأجواء برضو ممتازة وبتساعدك على تحقيق بعض الأمور أو الغايات يعني فيه دعم معين ممكن أن تتحصله خلال هذا اليوم بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لممارسة نشاط فني أو أدبي هاي الفترة استثنائية ورائعة ببتسم لك الحظ وبتكون فرحتك كبيرة ممكن تهتم باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره انفراج وخبر سار بالفترة هاي يعني فيه قوة حاول أنك أنت تستغلها اللي تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنك تنتبه لصحتك أو توعكات الصحية أو التقلبات الصحية اللي ممكن أنها تأثر عليك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي وهي بتعزز العلاقة وقوة العلاقة ما بينك وبين الشريك فممكن تهتم إما للتقرب من الشريك أو من الزوج أو مصالحة أو تكون الأجواء إيجابية ودعملة إليك بقوة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الأجواء يعني ممكن يكون لك تركيز على الوضع المالي المشترك أو قلق من وضع مالي مشترك أو محاسبة أو حتى يعني كلمات ممكن إنها يعني تأذيك شوي لما واحد يدخل بشؤونك المالية وحساباتك والتزاماتك فهي شوي ممكن تخليك تعصب دير بالك حاول تسيطر على انفعالاتك وما تشغل حالك عشان ما تضيع الأشياء الإيجابية اللي أنت بتتمتع فيها اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد فممكن هاي تعزز من علاقتك في بعض الأجانب أو بعض النقاط القوية اللي تكون لصالحك وفي منك رح ينشط بالدراسة أو دراسة جامعية أو حتى امتحانات أو مناقشات أو حوارات ممكن حتى تكون على مستوى سياسي مستوى فلسفي مستوى دين كلها هاي الأجواء إيجابية حتى على مستوى العمل بالأجهزة أو بالماكينات الكبيرة أو اللي بيشتغلوا في مجالات الصناعات اللي إلها علاقة بالتنقلات هذول رح يبدعوا بشكل جيد خلال هذا النهر أما بالنسبة للبيت الرعاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة قوية جدا برضو اليوم تقدر تدافع عن سمعتك وتعزز سمعتك أهم إشي أنك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر أحكم تقلبات مزاجك ما تخليها تسيطر عليك تكون الأجواء ممتازة جدا يعني أي شيء بشوه السمعة ابعد عنه أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأجواء ما بينك وبين بعض الأصدقاء فيها نوع من أنواع التوتر أو ممكن تستاء من بعض الأصدقاء في مسائل معينة أو يعني تأخذ على بالك أو خاطرك من شيء معين أو ممكن في مناسبة كلام معين يعني يسبب لك نوع من أنواع الإحراج أو تقلف المزاج الفترة هاي بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتسعد برضو بلقاء بعض الأصدقاء فهي يعني الإشي اللي بنكد عليك حاول أنك تبعدوك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس الموجود هو اللي بيشكل يعني هو العقب الأصعب يعني خلال هذا النهار لأنه شوي هذا في بيت المتاعب اللي ممكن يضغطك على مسائل أو يخليك تتحرج من شيء له علاقة بالعمل أو تنحرج من شخص في مكان العمل فممكن يستغل طيبتك أو كرمك وبرضو في نفس اللحظة بيركز على نقاط قوية إلها علاقة بالصحة فبدك تحذر وتراقب صحتك بشكل جيد ما في داعي للإندفاع ولا للتهور ولا لإهمال الصحة برج السرطان طبعا ما زال القمر موجود في البيت الرابع وجوده في البيت الرابع يعني بيت إله علاقة ببيت البيت أو الإشي اللي إله علاقة في العائلة أو في البيت أو بأفراد العائلة أعمال مشتريات يعني في ضغوطات إلها علاقة بالوضع الداخلي أو الخاص لإلك هي هاي أكثر شيء ممكن يقلقك خلال هذا النهار أو يشغلك خلال هذا النهار في ساعات المساء الأجواء رح تنعكس بشكل كامل وتصير حليفة لإلك وقوية في أمور إلها علاقة بالأحبة أو بالعواطف أو بالهوايات أو حتى بالتواصل والاتصالات والعلاقات مع المقربين جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الزهرة بتعزز نقاط قوة اليوم إلك على مكاسب مالية أو فرصة لتحقيق بعض المكاسب أو بعض الحلول لوضع مالي معقد أو ممكن يعني شويه يصير فيه نوع من أنواع الدعم أو بعض الحلول لا شيء يعني من الالتزامات أو الدفعات أهم شيء تقليل من المصاريف رغم أن الأجواء إيجابية ودعمة بتقول لك اتحرك عشان تستثمرها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بدك تحذر من العصبية وردات الفعل اللي ممكن شوية تكون ضغطيتك بالفترة هاي فعشان هيك انجز أعمالك حاول بوضوح حاول بطريقة لبقة حاول توصل المعلومة بأسهل الطرق بدون ما تعصب وبدون ما تحتد ممكن اليوم تنشط بأكثر من اتصال وأكثر من مشوار وأكثر من مسؤولية يعني تلقى على كهلك تحاول أنك تنجزها أهمش إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات المساء فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع المصاريف الإضافية أو إشي ممكن يظهر على الساحة يطلب منك النوع من أنواع الاهتمام المادي أما بالنسبة للبيت الخامس فحكينا أنه الأجواء رح تصير إيجابية من الساعات المساء ولكن من الآن لساعات المساء يعني في قابلية لا سوء تفاهم تحسس من موقف الحبيب كلمة ما تعجبك عتب أو زعل أو هيك يعني خلاف بسيط اللي هي هاي الخلافات اللي بتيجي بسيطة أهم شيء أنك ما تخليها تأثر عليك وتستمر معك يعني ما تخلي الخلاف يستمر لفترة أطول لأنه إذا استمر لساعات المساء اعرف أنه الفترة القادمة ما رح تستغل قوة العاطفي والحظ اللي رح تكون دعميتك من القمر يعني بمعنى نحستها رح تستمر معك فعشان هيك يحاول أنك تلطف الأجواء وتتنازل عن بعض الأمور طبعا مش كل الأمور فيما أمور بتقدر تتنازل عنها اللي تقارب بوجهات النظر أو تقارب ما بينك وبين الحبيب ويكون فيه نوع من أنواع المصالحة برضو ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أهم شيء أنك ترتب أمورك بشكل جيد وممكن هم يبادروا بمساعدتك في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلا علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو تساعد بعض الأشخاص أو هم يساعدوك في إنجاز عمل ما أهم إشي أنك أنت ما تحمل أكثر من عمل مع بعض وما تراكم الأعمال عندك اهتم برضو لبعض الشؤون الصحية أو التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر على بعض موليد برج السرطان أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها فيها إيجابية قوية على مستوى المصالحة ولكن ما زالت الأجواء بدها صبر الشوي يعني بمعنى خلاف سوء تفاهم نقاش حوار معاتبة صفة الأمر هاي اللي ممكن تظهر في أي لحظة أو إهمال الشريك في بعض الأوقات هاي اللي بتسبب الخلافات عشان هيك يضبطوا عصاب كل يوم لساعات المساء عشان الأجواء تصير داعمة أقوى لإلكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن تهتم ببعض المصاريف أو تحصيل بعض الديون أو الاهتمام بسداد بعض الالتزامات أو ممكن دعم يجيك لأجل التخلص من ضائقة معينة إلها علاقة بالوضع المالي أهم إشيء إنك ما تستسلم ما تكثر مصاريفك ما تدخل بمغامرات مالية وما تسمح لأحد إنه يستغلك أو إنه يستعطفك لأجل إنه يحصل فلوسك يعني نصب واحتيال أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى مسائل إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالتنقلات البعيدة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالدراسة الجامعية ممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أهم إشيء إنك تكون مستعد ودارس مش مرتجل للأمور حتى بالنقاشات بدك تستعد حتى بالمقابلات بدك تكون جاهز بكل أوراقك أما بالنسبة للبيتر عاشر فالأجواء من المريخ شوي بتضغط وبتعمل نوع من السلبية على موليد العشرية الثانية والثالثة فعشان هيك من قلهم لا تشوهوا سمعتكم ما تغامروا ما تجازفوا ما تخلفوا القوانين حاول تكون واضح برؤيتك تطلعاتك بكلامك حتى مع زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول ما تدخل بخلافات أو نقاشات حادة أما بالنسبة لبيتر عاشر فالأجواء جيدة وبتحمل نوع من أنواع المفاجآت من بعض الأصدقاء اللي ممكن يفاجئوك في مسألة معينة أو يقصير عندهم شيء مفاجئ فتهتم فيه كثير وممكن برضو أنت يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد باتصال أو لقاء أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتر عاشر فهو فارغ من التأثيرات السلبية أو الإيجابية فعشان هيك منقول روتيني أهم إش أنك تنجز أعمالك الضرورية والمهمة وحاول أنك تهتم بصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ اللي ممكن توترك أو تسبب لك نوع من أنواع الإرهاق أو التعب برج الأسد طبعا يوم ممتاز جدا مكمل لليوم الماضي إله علاقها بالاتصالات بالحركة بالتنقلات بالنشاط بالحوارات سرعة البديهة قدرة على التحليل نشاط ذهني عالي جدا الفكر عندك متيقض برضو في رغبة للأشخاص اللي بتعاملوا معك بأنهم بدهم يستمروا بالتعامل أو بدهم يكملوا أو ما بدهم ينهون الحوار معك هذا الإشي طبعا من المميزات أنه هو في زاوية لبرج حليف لإلك حاول تستغلها خلال هذا النهار لأنه من ساعات المساء الأجواء شوي رح تقل ورح تضعف وممكن يصير فيه يظهر بعض المسائل البيتية أو العائلية اللي شوي تأخذ اهتمامك أكثر من هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاهتمامات رح تكون على مسائل مالية أو إنجازات أو اهتمامات أو تحصيل مالي ممكن تهتم ببعض المصاريف أو الدفعات بالفترة هاي أو ترتيب وضع أو التزام معين ممكن يكون مقلق شوي أو تهتم بمسألة مالية بتتعلق بأحد الأشخاص يعني هاي الأمور شوي اليوم ممكن تكون مربكيتك أهم مش أنك يتقلل من مصاريفك في فرص لتحصيل مكسب مالي إذا تحركت أو على حسب مجال عملك أو شو بتعمل ولكن الأهم أنه اليوم في حلول على هاي المسألة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود في البيت الثالث بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار تستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فترة للتواصل بناءة جدا وخصوصا مع الآخرين بتتمتع بنشاط ذهني بسمحلك بالمنافسة القوية ما تضيع الفرصة معك يعني من هون لساعات المساء استغلها أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي روتينية أنت مسيطر عليها في بعض الاهتمامات العائلية أو البيتية أو مسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة ولكن إجمالا الأجواء مسيطر عليها ولكن في ساعات المساء الاهتمام بدو يصير أكثر التواصل بدو يصير أكثر حوارات كثيرة ممكن تنشط بأعمال صياني أو أعطال منزلية أو مشتريات بيتية أو الاهتمام بأفراد العائلة أهم إشي أنك ما تضيع الفرصة من إيدك خلال هذا اليوم إذا كان فيه تقارب أو مصالحة أو تواصل جيد ما بينك وبين أفراد العائلة حاول تستغله لأنه برضو بتحملك نوع من أنواع مساعدة أحد أفراد العائلة لإلك في مسألة ما أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا بتدعمك بشكل جيد وقوي على مستوى العاطفي بتعزز من علاقاتك العاطفية أو تواصلك أو لقاءك مع الأحباء خلال هذا اليوم من ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأحد الأشخاص المقربين لإلك أو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم اللي إلها علاقة بأحد الأحبة الأجواء العاطفية عندك عالية جدا ورغبتك بالتواصل مع الأحبة ممتازة الحظ بتدعمك في بعض المسائل ممكن يعني ينشي لك من بعض الضغوط أو المشاكل حاول أنك برضو ما تضيع هذا اليوم زي ما حكينا اليوم برضو في تعامل جيد رح يكون ما بينك وبين أحد الوالدين أو أحد الأبناء أو تواصل مثلا أو تفاهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني بتساعدك على بعض المسائل اللي إلها علاقة في العمل أهم مش أنك ما تهم العملك ما تخليه تراكم عندك ما تجازف وما تغامر وانتبه لصحتك من بعض التقلبات أو من بعض الظروف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتساعدك على يعني بعض الأمور إلها علاقة بالتواصل بالتوصل لا اتفاق ما بينك وبين الشريك فممكن تحملك تقارب جيد أهم إش أنك تبعد عن الخلافات والانتقادات والحوارات أو الكلمات اللاذعة برضو انتبه إذا كان في مسائل الها علاقة بالوضع القانوني يعني بدك تهتم فيها بشكل كبير بدون ما تهملها ابعد عن النقاشات والحوارات اللي ما ما في منها فائدة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تدعمك على مستوى بعض المسائل المالية المشتركة صحيح أنه في بعض الأمور المالية المشتركة مقلقة أو بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك ولكن إجمالا الأجواء جيدة فممكن تحقق بعض المكاسب ولكن ما تخلي حد يستغلك وبرضو ما تعتب على حد ممكن أنه يتخلى عنك بالفترة يعني يخذلك أو أنه يقول لك والله أنا ما بقدر أساعدك أو ما عندي قدرة أساعدك أما بالنسبة للبيت التاسع فالمريخ ما زال ضاغط على مسائل إلها علاقة بالسفر البعيد أو أشخاص مقيمين خارج البلاد أو قلق عليهم أو أمور بتحمل أشياء إلها علاقة بالمفاجآت بسفر مفاجئ مثلا أو ضرف بصير مع أشخاص خارج البلاد أنت بيأثر عليك أنت ممكن برضو أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية لأنه دراسات الجامعية ممكن تظهر بعض الضغوط إلها علاقة إما بدراسة الجامعة أو امتحانات أو مقابلات فعشان هيك إذا عندك امتحان أو مقابل يبدأك تستعد بشكل جيد ابعد عن الخلافات مهما كانت وعن النقاشات اللي برضو ما في منها فائدة اللي عنده أي شيء بتعلق بالأوراق القانونية أو المعاملات بده ينجزها وما يهملها أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة هو اللي يضاغط بشكل كبير فعشان هيك منقول لك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك وما تخالف القوانين ما تدخل بعمل مشبوهة ما تتغيب عن عملك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل فاليوم هذا تحديدا لغاية ساعة المساء هو ضاغط على إشي العلاقة بالسمعة فحاول قدر الإمكان إنك ما تدخل بأي مغامرات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والتواصل بالأصدقاء واللقاء معهم فممكن اليوم تنشط بلقاءهم أو الحوار معهم أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو اتصال بعض الأصدقاء لا إلك ممكن يبادر أحد الأصدقاء لمساعدتك تحمل نوع من أنواع الضغط على شيء له علاقة بالعمل فعشان هيك حاول تنجز أعمالك رتب أوقات عملك بشكل جيد برمجها بشكل بناسبك وبلاءمك وما تحمل أكثر من عمل مع بعض برضو في نفس اللحظة انتبه من بعض الأشخاص اللي بيكيدوا لك أو بتآمروا عليك بالخفاء انتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات يعني اللي ممكن تحدث مع بعض وليد برج الأسد تقلبات صحية اهتم فيها إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا أكثر الاهتمامات رح تكون اليوم هي على الوضع المالي أو على المصري أو على الدفعات يعني المال أغلبه هو اللي رح يكون أكثر شيء بميخذ حيز من تفكيرك إما التحصيل على دعم إما التحصيل على مكاسب إما التحصيل على أمور مالية أو حل بعض المسائل المالية أو المطالبات أو إلى ما لا نهاية على حسب حق الاختصاصك بيكون هذا الأمر في بعض الاهتمامات رح تكون على مستوى البيت على مستوى العائلة على المستوى الصحي أهم شيء ضبط الأعصاب هو المطلوب ومراقبة الحركة تاعتك والانتباه والحذر في بعض المسائل هو المطلوب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء زي ما حكينا هي بتتصلى بتتركز على الأمور المالية فثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة بتتركز الأمور المالية أو على الأمور المالية ممكن تقلق لمصاريف طبية أو استشفائية طارئة أهمش أنك تناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم أو تقوم بمبادرة خيرة في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شوي بتعطيك نوع من أنواع الحدية أو العصبية أثناء الحوارات أو النقاشات فممكن توجه بعض الانتقادات أو الكلام اللاذع أو الحدية في الطباع في بعض الأوقات أضبط أعصابك انتبه أثناء حركتك أثناء تنقلاتك برضو بدك تنتبه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد واليوم ممكن يحمل لك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جهر أما بالنسبة للبيت الرابع فعندك تركيز اليوم على المسائل البيتية أو العائلية يعني الأجواء شوي بتطلب منك الصبر أو الحكمة في أثناء تصريف بعض الأمور العائلية ممكن التزامات أو أعمال منزلية أو أعطال أو اهتمام بشأن عائل معين أو نقاش أو حوار في مسألة ما ضبط الأعصاب مطلوب ما توجه الانتقاد ولا تعنف أحد أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا في إلك اهتمام عاطفي خلال هذا اليوم ممكن الأجواء تكون فيها نوع من أنواع الإيجابية في بعض الأوقات ولكن الجدال والعصبية أو الإنزعاج من تصرف الحبيب أو إهماله ممكن شوي يأثر عليك من ناحية سلبية ممكن شوي تحمل لك مبادرة عن تراجع عن قرار سابق للتقرب من الحبيب أو إشي العلاقة بمصالحة ولكن لا تسمح للغيرة والشك أنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى إنجاز بعض الأعمال فممكن تحقق بعض الإنجازات أو بعض الاهتمامات على مستوى العمل على مستوى الصحة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات مع زملائك أو رؤسائك إما تساعدهم أو يساعدوك في مسألة ما أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بدون ضغطها على مستوى علاقتك مع الحبيب أو مع الشريك فعشان هيك انتبه لبعض الكلمات أو انتقي الكلمات الجيدة بدون عصبية وبدون حدية وبدون إهمال في الواجبات الزوج عليك فعشان هيك لازم تأدي هاي الواجبات ما تنشغل عنه في أمور أخرى أما بالنسبة للبيت الثامن هنا أمور إلها علاقة بالأموال برضو رجعنا للأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين تحصيل بعض الأمور ممكن تهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة يعني بدعم مالي أو مساعدة مالية أهم إش إذا ظهرت أي أوراق قانونية أو معاملات أو مطالبات تهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة للبيت التاسع إذا كان عندك امتحان أو مراسلة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد حاول تلتزم الهدوء تبعد عن المشاحنات والحدية ممكن تنزعج من خبر ما أو تجيك بعض الأخبار من خارج البلاد اللي شوي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو تخربط بعض المخططات اللي لأ إلك في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر أو بالدراسة الجامعية أو بالامتحانات أهم إش إنك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر ما فيه أي تأثيرات على مستوى بيتك السمعة بالعكس يعني عندك قدرة أنك تدافع عن سمعتك أو تعززها وتعزز علاقتك حتى مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو بتساعدك على بعض الأعمال الممكن تقدم لعمل أو تقابل أحد المسؤولين لعمل معين أو دعم بعض الزملاء إلك في ترقي معين أو إنجاز بعض الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تنجز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأصدقاء ممكن تهتم بصديق أو بمشكلة لصديق أو يعني ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين صديق لإنجاز بعض الاهتمامات زي عمل مثلا أو مساعدة أو واسطة إلك أو دعم في مجال معين أو عمل مشترك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة على مستوى قدرتك على إنجاز الأعمال والاهتمام بالصحة وممكن اليوم يجيك خبر أو يسعفك خبر من مشكلة معينة أو يساعدك على أنك تتجاوز خطر محتمل بالفترة القادمة يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإنقاذ أهم إشي أنك أنت تهتم بعملك وتهتم بصحتك برج الميزان طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبتنجح وبتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد هاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت لا تهملها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ ممكن تهنأ باستعادة لموقعك أو تهتم لاستعادة موقع لإلك وتتحمس للبدء بتنفيذ مجل شروع طال انتظاره أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء لسه بتحمل شوية الضغوط المالية أو الارتباك المالي ممكن يتراكم عندك بعض المصاريف أو الاهتمامات المالية أو يكون يعني تظهر بعض المصاريف المفاجئة إنجز الأعمال المطلوبة منك بدون ما يعني هيك تبذر أموالك ما في داعي لأنه تصرف بأشياء مش مفيدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والنشاط والحوار وقدرة على التواصل والتوصيل المعلومات في منك رح يهتم بمواضيع لها علاقة بالسيارة أو بالاتصالات أو بالهواتف أو بالتعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني شوي بتخلي فيه نوع من أنواع الاهتمام بالمنزل أو بالعائلة ممكن تظهر بعض الظروف أو بعض الانشغالات أو بعض الالتزامات العائلية مثل أعطال مشتريات اهتمامات بمناسبة معينة أو اجتماع عائلة أو لقاء أو حوار في مسألة ما الأجواء تقريبا فيها يعني إيجابية وفيها بعضها ممكن يكون ضغوط أو خلافات أو نقاشات حدي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فاليوم ممكن تحمل لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تقوم بمساعدته في مسألة ما أو دعمه في مسألة ما الأجواء فيها إيجابية وبتقارب بشكل جيد ما بين الأحبة ممكن تحمل مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو لقاء يعني مع الأحبة أو هيك ممارسة هواية معينة أهم شي ضبط الأعصاب أثناء الحوارات وممكن يبادر أحد الأحبة بمساعدتك في مسألة ما أو يكون في شيء له علاقة بالاهتمام بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضغطة ما زالت على مستوى العمل إما بتراكم عندك بعض الأعمال أو بتنضغط في بعض المسؤوليات على مستوى العمل ممكن بعض الأشخاص يساعدوك فيه ولكن الأهم أنك أنت تحافظ على صحتك بالفترة من بعض التقلبات وبرضو تهتم ببعض الأشياء التي ممكن تطلب منك مراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بنحكي عن المريخ اللي شوي بسبب نوع من أنواع سوء التفاهم أو الجفة أو البعد ما بينك وبين الشريك فلا تخلي النقاشات والخلافات أنها تظلها موجودة بينكم وتأثر عليكم أو يعني أنه تحتد العلاقة وتصل لطريق منغلق فعشان يكبادر للمصالحة والتراجع عن العنادة والعصبية في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن فالاهتمام رح يكون على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن عبئ إلها علاقة بديون أو قروض أو سداد بعض الالتزامات أو أمور إلها علاقة بالبنك ضريبة تأمين أو أموال الشريك شوي يكون في نوع من أنواع الضغط أو العقبات أو المسائل اللي تطلب منك نوع من واستشارة أهل الاقتصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل مع المؤسسات الكبيرة أو حتى بالدراسة الجامعية والامتحانات الأجواء بتدعمك أهم شي بس أنه يعني لو تدرس شوي وتستعد بكون أفضل ما تعتمد على الحدود لأنه لسه الأجواء ما بتساعدك بالقوة المطلوبة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة جيد ما في أي خلافات عندك قدرة اليوم على أنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة بعض الأصدقاء أو زملائك بالعمل خلي في نوع من أنواع التقارب الجيد لإنجاز هاي الأعمال ما بينك ممكن تنشط ببعض العلاقات الاجتماعية أو الزيارات أو الاهتمامات بالأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو يكون عندك أكثر من حوار ومساعدة إما أنت تبادر فيها لمساعدة أحد الأصدقاء أو هم يبادروا بمساعدتك أما بالنسبة لبيتك 12 فما زالت الأجواء ضاغطة عشان هيك بدك تهتم بأعمالك اهتم بالأشياء الضرورية والمهمة إنجزها راقب صحتك من بعض التقلبات اهتم بغذاءتك أهم شيء إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وبرضو حاول تكرر المحاولات في الأمور اللي بتتعطل عسى إنها تتحقق برج العقرب طبعا الأجواء ما زالت ضاغطة وبتسبب لك نوع من أنواع النفور أو القلق أو التوتر الأجواء مش ماشية مثل ما بدك لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب في الميزان لساعات المساء للقمر يوصل لعندك وبيعمل شكل أول زوايا فالأجواء بتصير أحسن ودعمل إليك بشكل أقوى ولكن من الآن لساعات المساء حاول إنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول إنك تراقب وضعك الصحي وما ترهق حالك كثير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني ممكن بعض الاهتمامات ببعض الأشياء المالية أو المصاريف المالية ممكن تحصل على بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتظهر بعض المصاريف اللي شوي ممكن تكون مربكة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة على مستوى الفكر شوي أفكارك مشتتة في نوع من أنواع العصبية في الحدية التركيز عندك شوي هيك بسبب التوتر أو القلق ممكن تنشط ببعض الاتصالات لمعالجة مسأل ما أو لمتابعة مسأل ما إلى أهم ضبط الأعصاب مطلوب وإذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت الشوي يعني ممكن نوع من أنواع التقارب أو الارتياح من مسألة معينة أو حوار أو نقاش أو جدال في مسألة بتتعلق بأمور البيت ممكن تظهر بعض الأعمال المربكة مثلا زي تصلحات وترميمات أو مشتريات تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا يعني فيه هيك نوع من الغير من الشك من القلق على أحد الأحبة أحد الأبناء أحد الوالدين أو أمور إلها علاقة بحوار ونقاش ممكن يستفزك أو يخليك تظلك متوتر القلق على الأحبة يعني ممكن لكن ما تخلي الوسواس يسيطر عليك والأفكار السودية تظلها مسيطرة عليك حاول أنك تعطي شوية أمل أو ثقة أما بالنسبة للبيت السادس فهنا منقدر نحكي أنه المريخ ما زال ضاغط على مستوى العمل فبضغطك بالعمل وبضغطك بالصحة لأنه برضو بيت المتاعب ضاغط التعب هون انتبه انجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تهمل عملك انتبه لوضعك الصحي انتبه لغذائك إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك إن حاولت بدك تنجز بعض الأعمال ممكن تنجزها بمساعدة أحد المعاونين أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي برضو بتسبب لك نوع من أنواع القلق ممكن استياء أو تحس بإهمال الشريك بالفترة هاي أو تقصيره معك في مسألة ما أو عدم شعوره بمتطلباتك عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب ما تكبر الأمور وما تخلي الأمور تصل لمرحلة النقاش الحاد الفترة هاي جيدة للمصالحة أو للتقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني بتحمل بعض الاهتمامات المالية ممكن شوية مطالبات التزامات أعباء فوتير قلق من وضع مالي قادم أو قلق على وضع مالي معين مثلا أهم إشي إذا كان في قضايا مالية أو أوراق أو معاملات بتطلب منك التوقيع أو الاهتمام فيها ما تهملها ودرسها وركز فيها بشكل جيد واستشير أحد الاختصاصيين لتحليلها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد صحيح أنه بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد أشخاص إما أجنبي أو أصدقاء أو مقيم خارج البلاد ممكن شوي تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو بالجامعة أو بعمل مع مؤسسات كبيرة تهتم فيها أكثر أهم شيء اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بدي يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تدافع وتعزز سمعتك بشكل قوي وتعمل تواصل جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وفي منكم ممكن يسمع كلام إطراء على مسألة ما أو على إنجاز عمل ما أهم شيء بدون خلافات ولا مجازفات ولا مخالفة القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الشمس موجود فيه ما زالت الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الأصدقاء وعلاقاتك وممكن تنشط بلقاء بعض الأصدقاء أو مؤازرة بعض الأصدقاء لا إلك ممكن يتوجه لك دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أو تسعد ببعض الاتصالات وممكن تكون الاتصالات هاي فقط إنهم بتصلوا معك للشكوي أو أنت تبادر بمساعدتهم أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما زال القمر موجود زي ما حكينا في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء بعدين القمر بنزل لعندك عشان هيك منقول ما زال التعب أو الملل المسيطر عليك اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء التفاهم بتخف وطيرتك وبتشعر بالملل فممكن تتأخر بعض المعاملات أو تلغى ممكن ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة فترة سلبية جدا فحاول إنك تضبط أعصابك أو تمشي الأمور بشكل روتيني لغاية ساعات المساء برج القوس طبعا اليوم بيكوا تحاولوا إنكوا تركزوا على الأعمال المهمة والضرورية وتحاولوا تنجزوها قدر الإمكان يبل ما نصل لساعات المغرب أو لساعات المساء لأنه في ساعات المساء القمر رح ينتقل للعقرب يعني بيت متاعبك فرح يعطل كثير من المسائل حاول إنك تنجز كل شيء مهم وضروري يبل ما نصل لساعات المساء فعشان هيك نشاطاتك اليوم رح تكون ما بينك وبين الأصدقاء أو علاقاتك الاجتماعية حاول تستغلها في إنهاء الدعم الأشياء أو الأعمال اللي أنت بدك تنجزها للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا في بعض الاهتمام على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي فممكن إنك اليوم تحصل بعض المكاسب المالية أو من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تحذر إنه المصاريف برضو واردة أو موجودة لأنك أنت شوي تصرف فلوس بدون حساب حشان هيك راقب مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وتوصيل المعلومة سرعة البديهة عندك موجودة وقدرة على الإقناع عالية أهم شي ضبط الأعصاب ما في داعي للعصبية وما ترتجل أمور إلها علاقة بامتحان أو مقابلة يعني بمعنى بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض ممكن اليوم يحمل لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي فيها نوع من أنواع التوتر أو القلق ممكن ظهور مسألة ما أو نقاش ما أو حوار ما أو تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم شي ضبط الأعصاب مطلوب وبرضو خلي فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين العائلة في بعض المسائل يعني ما تخلي فيه فراق أو جدال أو نقاش أو حدية خليك مرن أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على مستوى العاطفة شوي المريخ بعزز نقاط قوة يعني تتواصل مع الحبيب تتلاقى مع الحبيب تتقارب مع الحبيب أو مع الأحبة يعني ممكن الأبناء أو الوالدين ولكن أهم شي دون خلافات ودون نقاشات ودون حوارات حادة وخصوصا لا تنسى أنه المريخ هو اللي بيضغط على هذا البيت أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل جيدة فممكن يظهر عمل مفاجئ اليوم تنهمك فيه أو في إنجازاته ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال بشكل مفاجئ أو حدث معين يسبب يعني عركسة إنجاز بعض الأعمال أهم شي إنك تكرر المحاولة وما تخلي هاي الأعمال تتراكم برضو انتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأجواء جيدة وهي بتعزز نقاط قوة ما بينك وبين الشريك أو تلاقي أو تقارب أو حوار أو رفقة في مسألة معينة عشان هيك يضبط الأعصاب مطلوب وبرضو قدرة على التواصل مطلوبة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض الدفعات أو الأوراق أو الالتزامات أو تهتم ببعض الأشياء اللي ممكن ضغط عليك من ناحية مالية زي مصاريف أو أوراق بحاجة لتوقيع أو أوراق قانونية أو معاملات بنكية أو ضريبة أو تأمين يعني إشيه له علاقة بالأموال اللي ما بتعود لك يعني الأموال المشتركة هي اللي ممكن تسبب لك نوع من أنواع القلق والتوتر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وممتازة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تساعد في تعزيز علاقة ما أو تقارب ما بينك وبين شخص خارج البلاد ممكن تتواصل على مسألة عمل أو ممكن تفكر أو ترغب في مسألة إلها علاقة بالسفر أو الهجرة أو ممكن أنك تنتظر أشخاص تيجي من خارج البلاد وبرضو هاي بتعزز نقاط إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسات الجامعية فعشان هيك اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة صحيح الأجواء بتساعدك في هاي الأمور ولكن إن استعديت ودرست بكون أفضل أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا يعني الأمور على مستوى بيت السمعة جيدة الشمس موجودة فيها وهي هاي بنعتبرها فترة امتحان إما إيجابي أو سلبي فبتمتحن جاهزيتك عشان هيك حاول إنك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر وما تدخل بأعمال مشبوهة عشان ما تكون فاشلة الفترة هاي وفي نفس اللحظة أي شيء له علاقة بزملائك ورؤسائك بالعمل حاول توطد العلاقة معهم الفترة هاي أنت بحاجة لكل دعم ولكل حليف برضو ممتازة للأعمال الجديدة أو لفرصة لعمل جديد أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهمش إنك تتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين أهمش إنك ما تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء وإستعادة موقعك وخصوصا الأشياء اللي بتناسبك حاول إنك تنجزها خلال هذا اليوم وما بيناسبك إنك تكون وحيد يعني حاول تختلط بالمجتمع برج الجدي طبعا القمر موجود في البيت العاشر هو تربيع معاك وهذا الإشي بسبب نوع من أنواع الضغط أو التوتر في بعض المسائل أو القلق من بعض المسائل اللي اهتمام كلها اليوم رح تكون على المسائل اللي إلها علاقة بالعلاقات والمعارف إلها علاقة بالأموال إلها علاقة بالبيت وإلها علاقة بالعمل والصحة فهي أكثر تركيزك رح يكون على هاي المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور هنا إلها علاقة بالوضع المالي فممكن تهتم ببعض الأعمال وممكن تحصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ممكن اليوم تحل مشكلة أو أمر معين إلها علاقة بالوضع المالي ممكن يجيك دعم معين وممكن تنشط بتحصيل مبالغ معينة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي بتخلي مزاجك فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو عدم الرغبة بإنجاز بعض الأمور يعني نوع من أنواع الكسل ممكن بس تهتم بنوع من أنواع الاتصالات أو التواصل مع أشخاص يعني كاتصال وحوار ورفقة ولكن أهم شيء اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وتنتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة خصوصا على الشوارع المفتوحة أو على أمور العلاقة بالأعطال إما بالسيارات أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية في تقارب أو اهتمام عائلي في مسألة ما أو ممكن تهتم ببعض التصليحات والترميمات أو أعطال منزلية يعني شوي تتطلب منك الحضور أو الاهتمام أو واجبات عائلية أو منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي ممكن يصير بعض المفاجآت أو بعض المشاحنات أو الجدالات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم عشان هيك مطلوب ضبط الأعصاب والحكمة أثناء تصريف الأمور ما تخلي الحدية والعصبية هاي يعني تسيطر عليك وفي نفس اللحظة خلي فيه تواصل جيد ما بينك وبين الأبناء والوالدين أو الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء الروتينية ما فيه أي شيء يعني على المستوى البيت السادس فبتنجز أعمالك بشكل روتيني وممكن بعض الأشخاص يساعدوك في إنجاز بعض الأمور المهمة والضرورية وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو مراجعة لطبيب مثلا أو أدوية أو حدث هيك مفاجئ على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم بتكون ديروا بالك أثناء الحوارات والنقاشات مع الشركاء مع الأزواج شركاء المال ومع الأزواج لأنه شوي ممكن تكون مش مفهوم شوي ممكن تكون حاد بطباعك أو متقلب بالمزاج عشان هيك يحاول أنك تكون مرتب أمورك أنك ما تعمل أي فجوة وإذا فيه أي خلاف حاول تبادر للمصالحة وإذا مفتح أي نقاش حاول يعني شوي تأجل الموضوع أو تتهرب من الموضوع لأجل أنه ما يصير خلاف لأنه طبيعتك حاد اليوم وفيه قابلية لأنها تتطور المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنجز بعض المعاملات أو بعض الملفات أو بعض الأوراق وممكن تحصل بعض الدعم من بعض الأشخاص أو مساعدات أو ينحسم أمر إلو علاقة بالأمور القضائية المالية أو الأمور المالية فعشان هيك يهتم بالمسائل بكل تجرد وما تهمل أي ورقة أو أي معاملة بدون ما تركز فيها وتدرسها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك شيئا ما مش بالقوة الكاملة على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة فعشان هيك اللي عنده امتحان أو عنده مقابل بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ وانتبهوا أثناء تنقلاتكم وخصوصا على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود في بيت السمعة يوم جيد لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه لكم اليوم المسؤولون وبيقدروا جهودكم قدم أفضل ما لديك ما تتهرب من المسؤوليات الموكة لإلك أو أهم شيء يعني ما تتهرب من الأداء الواجب وحاول أنك ما تضر بمصالحك بدعوك للاستثمار وخصوصا استثمار كل فرصة جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء الروتينية على طريقة التعامل ما بينك وبين الأصدقاء يعني الروتيني بتعاملك معهم باتصالاتك حواراتك ممكن تنشط ببعض الواجبات الاجتماعية وممكن يبادر بعض الأصدقاء للتواصل معك أو لحل مشكلة معينة أو لطلب المساعدة منك أو أنت تطلب المساعدة منهم وممكن زيارات بس هيك يبدي أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء على مستوى بيت المتاعب فيها نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك على إنجاز أعمالك أو تعطيك القدرة على إنجاز بعض الأعمال ولكن الأهم تنتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات أو بعض المقاطر اللي ممكن تضطر أنك تراجع فيها الطبيب أو أنك تغير نوعية الأدوية أو العلاجات اللي أنت بتأخذها برج الدلو بتظل الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات والتواصل هي أكثر الأمور اللي اليوم أنت بتركز عليها سرعة البديهة عندك عالية وقدرة التواصل عندك عالية القدرة الاجتماعية عالية ورغبتك بالدراسة أو الاطلاع على مواضيع أو بحث عن موضوع معين هي الأشياء اللي رح تكون ملفتة للنظر إلك في منكم رح يهتم بكثير بمسائل إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالتكنولوجيا بالكمبيوترات هاي اهتمامات ممكن اليوم شوي تكونوا مركزين عليها على حسب طبيعة عملكم طبعا وعلى حسب حياتكم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على مستوى بعض الأمور المالية ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تنتبه من بعض المصاريف اللي ممكن تظهر على الساحة وشوي تكون مربك لإلك أما بالنسبة للبيت الثالث فهي بتعزز أمور إلها علاقة بالاتصالات والتواصل شوي أنت ما عندك تركيز أو العصبية أو الضغط كثير خلال هذا اليوم إلا أنه عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال إذا بتركز بشكل جيد يعني رح تنجز كثير من الاهتمامات اهتمامات إلها علاقة بالاتصالات بالتواصل بالامتحانات بالدراسة بالأعمال مثل الأعمال التجارية كلها هاي أجواء إيجابية ودعملة إلك حاول إنك تستغلها برضو رح يكون لك تعامل مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط أو التقلبات المفاجئة ممكن حوار أو نقاش أو خلاف أو سوء تفاهم يظهر على مستوى البيت أو أعطال أو أعباء تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أهم مش إنك ما تهم الأعمالك البيتية والعائلية وإنجزها ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بالعقارات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وهي بتعزز من العلاقة ما بينك وبين الحبيب وبتعمل تقارب وممكن تحمل مصالحة مثلا أو توضيح وجهات النظر أو يعني حل مشكلة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني ضاغطة على مستوى العمل شيئا ما يعني بشكل روتيني بتنجز أعمالك ممكن بعض الأشخاص ساعدوك في بعض الأمور ولكن ما زال فيه نوع من أنواع العبئ على مكان العمل عشان هيك شوي مقلقك توجه معين أو عمل معين أو حتى على المستوى الصحي في بعض التقلبات اللي ممكن تظهر على الساحة أما بالنسبة للبيت السابع فهنا منحكي عن الزهرة اللي بتعزز نقاط إلها علاقة بالشراكة أو التقارب ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج أو تطوير علاقة من مرحلة لمرحلة ممكن توصل لمرحلة الارتباط أو الزواج أهم شيء تبادروا للتقارب ما بينك أو الإشي اللي بيقرب ما بينك أو اللي بيصلح العلاقة ما بينك مش الأشياء اللي بتعمل خلافات وجدالات وممكن إنها تبعد المسافة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم فيه ممكن تظهر بعض الأوراق أو المعاملات أو القلق من وضع مالي معين أو من تراكم بعض الأمور المالية أو المطالبات المالية أو يظهر ملف شوي يطلب منك الاهتمام لأنه الظروف شوي ضاغطة أو بتسبب لك بعض الإحباطات المالية المشتركة وخصوصا أموال الغير وممكن تظهر بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما في بيت أو إلها علاقة بوضع صحي ما يعني استشفائية أو بيتية أو عائلية تطلب منك الاهتمام أهم إشي إذا فيه ورق بدك توقع عليه أو معاملات حاول إنك تدرس بشكل جيد وتراجع كل البنود بشكل جيد بدون مجازفات ومغامرات أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بتنشط في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ويوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ما تستسلم بالكرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وبترتفع حضوضك وممكن أنك تقوم برحلة أو تشارك في احتفال أو تناقش بموضوع أو بتواصل مع أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك ما تدخل في أشياء مشبوهة وحاول إنك تنجز الأعمال يعني بدون مشاكل وبدون خلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الأصدقاء فهو بجمعك ما بين الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء صديق أو مساعدة صديق لا إلك في مسألة ما وممكن حوار أو نقاش أو تهتم يعني ببعض الأمور اللي بتتعلق بأحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 فهو أنا بنقول لك يعني حاول إنك تدير بالك على أعمالك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخليها تتراكم وبرضو اهتم لصحتك من بعض التقلبات راقب غذائك وراحتك ما تجد حالك بشكل كبير وبرضو حاول إنك يعني تأمن شر بعض الأشخاص اللي ممكن بتآمروا عليك بالخفاء أو إنهم ممكن إنهم يحاولوا إنهم يسؤؤوا لك أو يعني بظهروا لك وجه إنهم أصدقاء ودعمين لإلك ولكن هم بالحقيقة ضاغطين أو متآمرين برج الحوت طبعا اليوم التركيز كله على الأموال المشتركة فعشان هيك انتبهوا من على أموالك أو من أموالك أو من مصاريفك أو من بعض الأمور اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ فعشان هيك ضبط الأعصاب والمصاريف مطلوب ما في داعي للتهور وما في داعي لا يعني أنك أنت اليوم تتفشش بالمصاريف برضو بدك تدقق على أي ورق أو أي معاملات بدك تنجزها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فهو اللي بيضغط على المستوى المالي عشان هيك هو اللي بيجيب المصاريف أو الغرامات أو الدفعات أو الالتزامات أو القلق والخوف من وضع مالي معين ممكن تحصل بعض المكاسب ولكن بالمقابل في مصاريف احذر ودير بالك اليوم في فرص لتحصيل مالي يعني اليوم في بقى أشخاص منك ورح يحصل بعض المكاسب والهدايا حتى ولكن أنه أنت بهم من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتدعمك على الاتصالات فيه نوع من أنواع الضغط أو العصبية أو الحدية في بعض الأمور ممكن اليوم تتهور في مسألة معاه أو في إنجاز معامل ما أو في امتحان ما عشان هيك بتطلب منك الفترة هاي تركز تعرف شو اللي بدك وفي نفس اللحظة تنجز أعمالك بوقتها وما تتسرع وما تتهور باللفظ أو القول يعني ما تصدر أحكامك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالاهتمام رح يكون على مستوى البيت ممكن تنجز بعض الأعمال البيتية أو المنزلية أو العقارية ممكن تظهر بعض المصاريف أو الاهتمامات اللي لها علاقة في البيت ولكن الأجواء بتعمل على نوع من أنواع التقارب أو الاهتمام العائلي أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي في مشاحنات أو في ضغط أو في توتر في علاقة عاطفية معينة أو في تسرع في اتخاذ بعض القرارات حاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب ما في داعي للخلاف ولا للجدال ولا لا تكبير الأمور خلي استغل الأجواء الإيجابية للمصالحة والتقارب بكون أفضل أما بالنسبة للبيت السادس فالزهرة بتدعم على مستوى العمل فاليوم في منكو إما بيقدم على عمل أو بينقبل بعمل أو بينجز بعض الأعمال اللي كان صعب أنه ينجزها بالفترة الماضية وفي منكو رح يهتم ببعض الأمور الصحية زي مراجعات أو علاجات أو مكملات غذائية أو أشياء من اللي إلها علاقة بالرقابة الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني بتعزز بعض نقاط القوة للتقارب ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفة أو مصالحة ولكن إذا تركت المجال للنقاش والحوار والعصبية والقرارات معناته في خلافات أكيد رح تصير ما بينكم حاول أنك تبادر للمصالحة حاول تتراجع عن قرارات سابقة عشان الأمور تصير لصالحكم أما بالنسبة للبيت الثامن بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض لا تهملوا صحتكم ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض ما ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحانات صعبة عالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهي بتعزز نقاط للتواصل والاتصالات البعيدة والأمور الجامعية والامتحانات الأهم انتبه أثناء تنقلاتك انتبه إذا كان عندك سفر اتفقد كل أوراقك خوفا من النسيان أو فقدان المعاملات أو الأوراق برضو انتبه أثناء الشوارع المفتوحة أثناء قياتك للسيارة وإذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة بتتدعم من علاقاتك ومن معارفك وعلاقتك فيهم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي تقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص أو حتى زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا منقول لك دير بالك يعني شوي في بعض التوتر ممكن يصير ما بينك وبين صديق لكن إجمالا الأجواء إيجابية يعني ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ولكن ممكن الخلاف يصير من داخل المناسبة هاي أو تنزعج من كلمة أو من تصرف فما بتخلي الأمور تظهر عليك وما تخلي الخلافات هاي تكون واضحة وظاهرة عشان ما تكبر النقاشات ما بينكم أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا منقول لك دير بالك يعني انجز أعمالك اهتم بصحتك اهتم براحتك اهتم بغذائك احذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالخفاء أو ينموا عليك أو يستغيبوك أو يحاولوا أنهم يستدرجوك لأمر ما يعني بمعنى أنهم يتقمصوا شخصية المقربين والأصدقاء ولكنهم بالحقيقة أعداء مخفيين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء